صحيح خلينا نقول كمان أن من ضمن أهداف المعرض السنادي وكانت لحضرتك طبعا وده يحسب برضو لمجهوداتك الكبيرة وهي استرجاع الرياضة الثقافية المصرية مرة تانية خلينا نقول أنه الرياضة المصرية الثقافية هي مش بس مصرية هي كمان مصرية وعربية لأنه الحقيقة أنه المعرض ده مش بس بيمثل مصر المعرض ده كمان بيمثل كل الوطن العربي بالتأكيد هذا الأمر الحقيقة مش استرجاع لرياضة معرض القهر الدول الكتاب المعرض رائد طوال الوقت لكن لابد أن تظل هذه الرياضة مستمرة أن تتطور هذه الرياضة أن تظل هذه الرياضة معبرة عن طبيعة مصر عن عمق مصر الثقافي والحضاري لذلك كنا ونحن نستشرف هذه الدورة وما زلنا نستشرف هذه الدورة من خلال وزارة الثقافة المصرية خلال كل مؤسسات الدولة من خلال رؤية مصر أن تكون مصر من خلال هذه الدورة تعكس الاهتمام بالثقافة بالصناعات الثقافية بالصناعات الإبداعية بكل ما له علاقة بصناعة الثقافة ونحن نستشرف عالم جديد هذا العالم يمر بأزمات فكان لابد لهذا العالم أن يدرك أن مصر طوال الوقت هي قادرة وقادرة هي متمكنة ثقافيا متمكنة حضاريا قادرة على أن تظل قدمها الثقافة راسخة وأن تظل مستشرفة للمستقبل بكل الجهود التي وفرتها الدولة المصرية والقيادة المصرية أهم الملامح اللي بتميز الدورة الأربعة وخمسين الحياة كتير النهاردة بنتكلم عن فعليات ثقافية مهمة سواء كان لصناع المحتوى الرقمي اللي سابوا شوية الفضاء الرقمي وبدأوا يحتكوا بالعالم الواقعي مبادرات وطنية مهمة جدا موجودة معنا في التثقيف بأهميتها التوعوية مبادرة حياة كريمة دوية مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي الحقيقة في مشروع وزارة الأوقاف رؤية اللي بيعرض الأفكار الوساطية ويحارب كل ما له علاقة بالتشدد وتحصين الفكر الأظهر الشريف موجود معنا كثير من الإصدارات الجديدة اللي أصدارتها دور النشر مبادرات للكتب المخفضة كثير من النشرين المصريين والعرب والأجانب الموجودين معنا في زيادة يعني لافتة تنوع الحقيقة رائع لافتة نحن نتكلم عن 53 دولة نحن موجودين في المعرض في قاعة دولية القاعة دولية دي اللي فيها كل الندوات التي تعبر عن ثقافات الشعوب الأخرى اللي هي حالة الحوار حالة مصر عندما تحاور العالم نحن نتكلم عن ثقافات الشعوب الأخرى